السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم على بركة الله سنتم لكم محتى دبيلة جد مميزة ديال اجنحة ديال الدجاج المكوينات مكتوبة على الشاشة وكذلك الطريقة واضحة على الفيديو ان شاء الله الفيديو هنا الاعجاب وتفرجوا حتى النهاية باش تشوفوا المكوينات كلها ان شاء الله هنا سنحتاجوا فص ديال التون كبير او لجوج الفصوص ديال التون سنحتاجوا كذلك جوج الملاعق كبيرة ديال المعدنوس مقطع ارقيق نصف ملعقة من البابريكا او لا الفلفل الاحمر المطحون او لا التحميرا بالدرجة المغربية سنحتاجوا نصف ملعقة من السكنجبير او لا الزنجبيل نصف ملعقة كذلك ديال الريحان بالنسبة للريحان ممكن انكم تستغنيوا عليه ولكن هو في الحقيقة يعطي واحد المضاق رائع بزاف يعني لهذا الوصفة هدي سنحتاجوا كذلك ملعقة مملوءة من الزعتر من الزعتر ممكن تستعمله مطحون او لا بحال هكذا اللي استعملته يعني وريقات الزعتر هنا البصل البصل اللي هنا جاف ممكن تستعمله البصل العادي يعني تحكوه في حكاكا وتستعمله تزوله منه الماء وتستعمله في الوصفة سنحتاج الفلفل الاسود او لالابزار الملح ممكن انكم تعودوه بالفلفل الاحمر المطحون الحار او شيلي بودر سنستعمله واحد جوية الكوركم الكوركم ربع ملعقة فقط من الكوركم هنا سنضيف الزيت ما يعدي الوحد ثلاثة المع القكبار حتى الربعة ما تفوتوهاش هنا نصف حامضة سنعصر هاد نصف حامضة تقريبا بغيت واحد هنا جوجل مع القكبار ديال عصر الليمون الحامض ممكن اللي ما عندوش هاد الحامض كفاية وممكن انه يعوض الباقي بوحد شوية ديال الخل ممكن تعوضوا بالخل يعني هاد اسميتو هاد الحامضة هادا غادي نخلط هاد المكوينات بالنسبة لها داك بصلاحة هي دايرها هكذا يعني بصل جافت تحجرت غادي نحاول معها باش انها تطلق او لكن علينا نهرسها في اللول من اللول باش نهرسها المهم غادي نحاول باش نهرسها والخالي يكون منساجي من ضروري نخلط المكوينات باش نحصل على تتبيلة رغم انها كتبان لكم قليلة الا ان هاد التتبيلة وكافية لتقريبا واحد كيلو هكذا لتقريبا واحد كيلو ديال الاجنحة ديال الدجاج بالنسبة الاجنحة ديال الدجاج ناشف على قدر المستطعة يعني يكون ناشف قدرنا نجاع اننا نشفوه كتر غادي نشفوه هاد الاجنحة نعمل فيهم كما بنت لكم حيط نهضر فتحات باش انا يتشربوا مزيان تتبيلة وهاد التتبيلة الدخل لان الاجنحة كلهم يعني فيهم جلدة بزاف ما غديش تخلي هاد التتبيلة الدخل ضروري نعملوا فتحات ونخليوا هاد التجاج يرتاح ما امكان الى عملنا بالليل يكون افضل باش يبات ليلة كاملة ما عملناش نحاولوا ما امكان يكون ساعة ساعتين من قبل كثير كان اخذوا صينية كان دهنوها بعد شوية ديال الزيت صينية كان دهنوها بعد شوية ديال الزيت وكان نرتبوا فيها الاجنحة ديال الدجاج هاديك الفتحة كان وضعها لتحت يعني هاد شي اللي بغيت نبيه لكم من هذا من الفيديو يعني من الصورة كان مشو بها الطريقة هادي بالنسبة الاجنحة قسمتهم على على زوج كل جناح قسمتوا على زوج وكان حاولو نرتبوهم باش يتحمروا وياخدوا يعني يطيبوا بمرة وياخدوا لون بمرة مجينة صينية بلاصة حمرة مثلا محمرة حمرة بلاصة طيبة مزيان وبلاصة الله بحال هكا كان نرتبوهم باش يتكون عندهم نفس درجة ديال الطهي اولا ديال الطبح باش يطيبوا لنا بمرة في هات الأثناء هدي كان نكون نسخنة الفران على ميتين ميتين درجة درجة ما كندخلوش صينية الفران وباقي ما سخنش حتى كي سخن مزيان لان لدخلنا الصينية اي صينية البنات اي صينية هكد لما شاوي دخلناها الفران والفران باقي بارد هذه الصينية يعني كل ما كي سخن الفران هذا هذا اللحم درجة 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 من الزيت كان فرغوا من الفوق هو اللي غادي يطيني ذا كل اللون الدهبي الجميل ديال هاد الاجنحة هنا هندخل الصينية كما كده اخذش وقت كثير في الفران بلا ما نغطيوها لبنات بلا ما نغطيوها لان هايكون درجة ما شوي هنا بعد ما يعني طابو الاجنحة هدا هو اشكل دياله اللي بغت انها تزيد في اللون يعني اه في الدرجة انه مثلا تحمروا كثير من هكذا يعني ممكن انها تحمروا كثير من هكذا سوف يكن قدموا الاجنحة ديالنا مع هدا بطاطس مقلية او لسلطات يعني لكم الاختيار فقط حبيت نشارك معكم الفكرة ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم شكرا لكم شكرا على المتابعتكم ترجمة نانسي قنقر